بكل تأكيد نبدأ كلامنا بحدث الخاص بالساعة في الكرة القدمة المصرية مباراة السوبر اللي هتجمع ما بين نادي الأهلي بطل لكاس مصر في النسقة السابقة مع نادي بيرميدز تاني الدوري في الموسم الماضي وثالث الدوري في الموسم الحالي بعد ما اعتذر نادي الزمالك عن المشاركة في هذه المباراة وموافقة فريق بيرميدز على لعب مباراة السوبر واللي المفترض تكون البعثة الخاصة بالفريق بالسفر النهاردة للإمارات على متن طيارة خاصة ده هيكون استعدادا لخوض اللقاء كاس السوبر ما بين الأهلي وبيرميدز هيكون بيتلعب يوم الجمعة إن شاء الله في ملعب محمد بن زايد في الإمارات هيكون لنا أكيد متابعة مستمرة مع حضراتكم عن آخر التطورات هناك وآخر استعدادات الفرقتين لمباراة أكيد هتكون مرتقبة وبطولة مهمة جدا بالنسبة للفرقين